نكمل يلا إن شاء الله نبدأ نشوف الهاء مرة أخرى نكتبها مرة واحدة بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخلي بالكو بداية 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 رأس الهاء قريبة الشبه قريبة الشبه من الإيه من الدال صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى البداية دي قريبة الشبه من حرف الدال يعني أنا لو عملت كده هو طلعت حرف دال أهو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أهو حلو الحروف بنقدر نقول بنولدها من بعض طيب مش عايزين نقول دال مع فاء لأن هي بصوا يا جماعة الخير بصوا الدال عاملة إزاي والفاء عاملة إزاي علشان ما نظلمش الدال الدال ماشية كده جسم الدال ماشي كده إذا أنا قلت الدال بتاعي هتلاقي الدال عامل كده طيب لكن الهاء عفوا الهاء جسم الهاء من تحت بصوا طالع لفوق طالع لفوق ففيه بس دي اللي بتتشابه تمام الأمور سهلة وطيبة وهتحفظه كل حاجة آه الرجوع ده بيطلع لفوق أما الدال بتنزل لتاحت دي بتنزل لتاحت حلو صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يلا نكمل بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هنكتبها بقى من الأول ومرة واحدة الحروف كلها تحفظوها وإن شاء الله النهاردة نجد فرصة نكتب البسملة إن شاء الله بإذن الله بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا هاجي من فوق الجماعة الخير من فوق خط الأساس أنا رسم خط معي هو زي خط الأساس هاجي من فوق خلاص أنا هعمل من غير من غير الحلية اللي فوق يا هند عبد الماتي يا أستاذة هند ماشي؟ هنعملها من غير الحلية وبعد نعمل الحلية بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أسهل للجميع ونوريكم إزاي بنركب عليها الحلية أنا هاجي من فوق أهو هنزل للسطر هنا حلوة؟ هاروح جايب ببساطة جدا واخد الحلية أهو صعبة كده؟ ولا سهلة؟ طيب؟ هاجي هاروح واخد من دي أهو بعد كده نجيب ورقكو شيء عشان يكون أفضل شوي أنا رسمت الجزء اللي تحت أهو تمام؟ وبعدين بروح بيه للداخل بدخل جوة الحرف بدخل جوة هن صندلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين باخد منه وأنا في النص هنا أنا جاي جهة اليمين أهو باخد منه كده واروح جاي نازل أهو شوفوا باروح جاي نازل لتحت كده هو هذا هو حرف الايه؟ الها طيب خلاص يا جماعة الخير طيب نشوف الحرف اللي عليه الدور إن شاء الله طالما خدنا الهق دي خلينا ناخد الهق أختها بالمرة علشان إحنا عملنا الدال فاكرين الدال روحنا واخدين الدال أهو جايين من فوق ونازلين كده بالدال نازلين شوية كده وطلعين هذا هو حرف الدال طيب ده حرف الدال حرف الهق هيتولد من الدال دي حرف الهق المفرد المسكر المغلق حرف الهق المغلق هيكون أصغر من كده هيكون عبارة عن دال ولكن دال مصغرة دال صغيرة أصغر من كده اهو شفت صغرة الدال وبعدين هاجي واخد من كده طيب صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هاجي اهو صلي هنا اهو هروح قافل كده معدي ده حرف الدال الايه المصغر عبارة عن دال مصغرة دي اهو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الدال ديت اه الهق عفوا الهق دي عبارة عن دال مصغرة اهي تمام حضراتكم طيب يبقى احنا هنكتب بقى في صفحة جديدة انا قلت الكلام ده قبل كده وان شاء الله ما تكونوش نسيتو كل حرف نكتبه في صفحة جديدة يعني دي خليها في صفحة جديدة مستقلة ودي في صفحة مستقلة ودي ايضا في صفحة مستقلة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب ناخد حرفي كمان بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حاضر انا هاجي حضرتك من جهة الشمال اهو واروح جاي لافف وجاي هنا جهة اليمين عبارة عن دال صغيرة طيب باخد منها واروح جاي داخل اهو شوفوا واروح جاي لافف وداخل عندها هنا تمام دية الهاء ويستحسن كمان ان هي تكون البداية اقل من كده شوية كمان اهو بس دي عندنها يدي ما فيش فرغ بينه اهو على استقامة واحد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الجزء ده بنعتبر انه هو جزء مكمل بيقفل الدال او بيقفل حرف الدال طيب هنشوف فقا حرف كمان منهم حرف اخوهم او حرفين بالمرة علشان نكون ان شاء الله باذن الله ما عندناش اي التباس في الحرف ده هناخد نجيب حرف الدال بالمرة حرف دال اخر خلونا نجيب صفحة جديدة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حرف الدال حرف الدال اللي عليه الدور يا جماعة الخير او اللي هناخده مع بعض حرف دال متصل المفروض ان يكون جاي من حاجة قبلها من حرف قبليها انا جاي من بره اهو وطلعت الفوق حوالي تلات نقاط طيب كمان مرة انا جاي من بره من اي حرف خارجي وطلعت الفوق حوالي تلات نقاط اكني طلع اعمل حرف الالف يعني هي يهيأ لحضرتك ان انا رايح اعمل حرف الالف ولكن هذه قصيرة يعني شوف دي تلتين الالف يعني اذا الالف تلت اتلات لا دي تلتين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حوالي تلات نقاط لو الالف مثلا اربع نقاط خمس نقاط دي حوالي تلات نقاط هقسمها بعيني الى تلات اجزاء انا هقسم دي بعيني كده الى تلات اجزاء تلات اجزاء تلات اتلات طيب هاجم الجزء اللي فوق من هنا هاخد منها هاخد منها